خصوصا ان الماتش ده وجون زي ده كانت حط بقى في مكانة تانية مش انا مش انا يا زيزو ما هو ده اللي انا قلتلك من ثواني لا انا بالنسبالي انا راضي انا راضي كفاية باللي انا وصلتله دلوقت الحمدلله والمكانة اللي عنده الجمهور دي حاجة ما خلياني فخور جدا ومبسوط باللي انا بعمله يعني مقولتليش حسيت بايه وقت الكرة اه احساس صعبة اه اكيد ايه هو احساس اه انا حسيت بصدمة كده مرة واحدة بس انا ما حسيتش بالصدمة دي يعني ما حسيتش بالصدمة دي بتاعت الكرة غير بعد الماتش يعني وانا جوا الماتش خلاص يعني كرة وجات في العرضة وبكمل الماتش باقي ربع ساعة لسه او معرفش تقريبا عشان ديه ولسه في ماتش مكمل فانا ما خلاص مركزتش فيها كرة وعدت لكن بعد الماتش هي اللي كانت يا لو كانت دخلت الحمدلله يعني على كل حاجة بس كانت اه لغاية لغاية على فكرة وقت قليل اول انا بتزعل لا لا مش بزعل لما بشوف الكرة يا له لو دخلت تفاهمي اللي هو راكشن كده تحس ان الكرة لسه مبارح يعني طيب نفس نفس الاحساس والتركيز بتاعك ركز معي ما عايزك مركز زي ما انت لما كرة قفشة دخلت الجوة هو هو نفس الاحساس ولا هو هو نفس الاحساس اه اه لأ لما كرة قفشة دخلت اه على فكرة فيها حداث كتيرة اوه حصل من بعد انا عارب بس اه من بعد موتش النهائي ده انا عارب بس اللي قطيتين دول مهمين لان من جون وفوز لهدف وخسارة واتحس ان هما قريبين من بعض نمكن شوطة كانت يعني شوطة قوية جدا لكن افشة زي ما بتركن البيلين كده ناي نصيب نصيب ورزق افشة طبعا كان في الموتش ده وربنا كاتب له ان دي تدخل حسيت بي ايه بقى لما الكرة لقيتها بتدخل لما الكرة لما الكرة دخلت انا نفس الاحساس اللي انا حسيت بيه هي لحظة هي لحظة من الصدمة كده وبعدين بتبص تلاقي ان لسه في موتش شغال ما ينفعش تتصدم دلوقتي الموتش ده الباقي من الموتش هيروح منك فبالتالي انت بتتصدم ثانية كده وجزء من الثانية وبعدين خلاص بتكمل الموتش عادي تمام ده ليه خدتك انا اهلي وصدمة عشان علاقة لعبة الزمالك بلعبة الاهلي في المنتخب يعني زي ما بتتنفسه كان فيه مبارانة هائية وكان فيه حماس وكان فيه منافسة تجمع اللعيبة انت واللعيبة وانت بتقول حما لعب منع مش الناوي دول الاسمين اللي انت وذكرتهم واكيد فيه اكتر يعني هتلاقي شريف وهتلاقي السلية وهتلاقي حمد فتحي عايزين نوصل رسالة قد ايه اللعيبة دول لما بتعودوا مع بعض الموضوع بيبقى مختلف تماما طبعا يعني وضع مختلف تماما احنا بندخل المنتخب ما بنشوفش ده العيبة الاهلية اصلا ده حمد فتحي العيبة الاهلية وده زيزو العيبة الزمالك ما فيش الكلام ده او النغمة دي ما بنسمعاش جوه المنتخب عشان كده لما تكلمنا قبل المنتخب لما تكلمت معاك قبل المنتخب قلت ان انا حاسس ان الجمهور بيشجع عندها واحنا معندناش الاحساس ده احساس ان اهل و زمالك ده احنا مش موجود كيف المنتخب وده حقيقة كل اللعيبة اخواتي يعني ممكن تلاقي السلية بسبب الناس كلها بتاعة الاهل وجاي بيهزر معايا وبيلعب معايا وفاهم كلي حاجه بنعملها مع بعض انا والسلية فاهل و زمالك في المنتخب و ايا كان يعني كون الله